اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومقترحاتكم حول الكثير من المواضيع التي يعني تعنى بالشأن الصحي والطبي في امارة دبي وفي دولة الامارات العربية المتحدة خدماتنا التي تقدمها هيئة الصحة بدبي في مختلف مراكزها ومستشفياتها اي حد عنده ملاحظة اقتراح يعني او اي شغلة ممكن ان تطور من الخدمات فيقدر يتواصل معانا على الرقم ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد اربعة واحد اربعة او عن طريق الرسائل النصية على الرقم اربعة صفر صفر ستة مثل ما عودناكم نبتدي معاكم حلقتنا باهم الاخبار اللي طالعتنا بها اه الصحف المحلية ووكالات الانباء العالمية اول خبر عندنا يقول يا دمعة الخير مستشفى راشد يجري خمس عمليات دقيقة للدوالي بتقنية فينيسييل اجرى فريق طبي متخصص من قسم الاوعية الدموية بمستشفى راشد تابع رهاية الصحة بدبي خمس عمليات دقيقة للدوالي الوريدية من جراحة من دون اعلام كثيرة وقد تكللت جميعها بالنجاح وذلك وفق احدث التقنيات والساري بالعمليات المتقدمة في العالم وهي المرة الاولى التي تشهد فيها الدولة مثل هذه العمليات المرتكزة على ما يعرف بتقنية فينيسييل وقد قام الفريق المكون من سبع الطباء بجانب المساعدين وبقيادة من الدكتورة دين القدرة استشاري ورئيس قسم الاوعية الدموية في مستشفى راشد من اجراء العمليات حيث قام طبيبان باجراء عملية في آن واحد باشراف البروفيسور الزائر رودني رابيبي الطبيب الاشعة التداخلية العلاجية في الولايات المتحدة الامريكية وصاحب الاكتشافات الحديثة في مجال علاج الدوالي عن طريق القسطرة الذي اثنى على النجاح الفريق الطبي في اجراء العمليات الخمس وفق اعلى الممارسات المهنية والاحترافية طبعا نحن صلطنا الضوء مطلع هذا ال والله اعتقد نهاية الاسبوع الماضي ومطلع هذا الاسبوع ما اتذكر بس صلطنا الضوء اكثر على هذه التقنية واستضافنا الدكتورة دينة معانا في البرنامج اجدت تذكرون وتحدثت عن تفاصيل هذه التقنية عموما هذا طبعا انجاز يضاف الى الانجازات التي تحققها هيئة الصحة بدبي دراسة امريكية الاطفال يرثون الذكاء من امهاتهم كشفت دراسة امريكية ان الجينات الذكاء لدى الصغار تصل اليهم عن طريق الام وليس الاب وكانوا يعتقد حتى سنوات قليلة مضت ان الذكاء يعتمد على الاب كما هو على الام وبما ان المرأة تحمل اثنين من الكروموزومات حيث توجد جينات ذكاء وجدت العديد من الدراسات ان هناك نسبة مرتين اكثر ان يرث الاولاد ذكاءهم من امهاتهم وربما يعطي الوالد بعض جينات الذكاء لكن الدراسة تقول انه لن يكون لها تأثير في الدماغ فجينات الذكاء هذه لن تعمل الا ان كانت من الام اذ ستذهب مباشرة الى القشرة المخية اما جينات الاب فتتوجه الى الجهاز الجوفي طبعا هذا الكلام يعني اللي فيه خير يقوله حق ابوه مزي فا يلا يعني ما رح تفرق وايد يعني بس اهم شيء الواحد يعني اذا بيتقدم على الزواج يحاول قدر الامكان انه يختار حرمة ذكية بناء على هذه الدراسة عمومة تناول القهوة بكثرة قد يسبب الهلوسة وفقا لدراسة قامت بها جامعة دورهام تناول كثير من الكافيين قد يسبب الهلوس السمعية والبصرية والاشخاص الذين يواظبون على تناول كثير من الكافيين في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة اكثر عرضة للدخول في حالات هلوسة مرئية وسمعية كما يقول علماء نفس بريطانيون وبطبيعة الحال ان تناول القهوة بكمية صغيرة في العمل لا تؤدي إلى اي نتائج لكن تناول اكثر من سبعة فناجين يوميا تعرض الشخص المستهلك للهلوسة ثلاث مرات اكثر بالمقارنة بشخص لا يتناول هذا القدر على المستوى الفيسيولوجي تؤثر مادة الكافيين على مستويات الدم في الكورتيزول وهو الهرمون المتسبب في الاستجابة للاجهاد وزيادة انتاجه يعني يزيد من استجابة الجسم لحالات التوتر في دراسة اجراها الباحثون في جامعة ديرهام بانجلترا قاموا طبعا بسؤال 200 شخص معظمهم من الطلبة لمعرفة معدل السهلاك بالمشروبات التي تحتوي على الكافيين وكذلك اي التجارب هل وسمروا فيها طيب من ضمن الاشياء اللي يعني الاثار السيئة للتدخين في دراسة يديدة تقول التدخين السبب الثاني لتكون التجاعد في الجسم يعتبر التدخين مسبب الثاني بعد التقدم العمر لتكون لتكون التجاعد في مناطق الجسم غير المعرضة لاشعة الشمس حيث بحسب دراسة حديثة من جامعة متشيقان ونشرت كذلك في احد الدوريات الصحية في شهر مارس 2007 فقد اجرت الدراسة على 82 مريض بين 22 سنة ل 91 سنة بحسب عمر الشخص وعدد سنوات التدخين ونسبة التعرض لاشعة الشمس تم تصوير الجزء الداخلي الاعلى للذراء لجميع المشاركين في الدراسة وحسب قياسات معينة لاحظ الباحثون ان نسبة التجاعد كانت عالية بمرحلة من نقطتين اكثر عند المدخنين في عمر 65 واكثر نسبة كانت عند المدخنين في عمر 45 إلى 65 كما ان لاحظ الباحثون ان التغير في المناطق غير المعرضة لاشعة الشمس يعني هو تكون تجاعد على البشرة بينما المناطق المعرضة للشمس كانت تغلظ وتكون تجاعد وتصبغات على البشرة وقد عزل الباحثون سبب تكون التجاعد بالبشرة غير المعرضة للشمس عند المدخنين إلى الزيادة في نسبة انزيمات معينة تؤدي بدورها لتكسر في مادة الكولاجين وبالتالي إلى تكون التجاعد وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها لكشف تأثير التدخين على البشرة غير المعرضة لاشعة الشمس طبعا نحن حاليا مستمعين عندنا هذا الشهر هو شهر التوعية بسرطان الثدي طبعا سرطان الثدي أحد الأمراض اللي يكافينا ويكافيكم شر الأمراض يعني من الأمراض اللي احتاجت جهود عالمية لقدر الأمكان التوعية بمثل هذه السرطانات وأعتقد أنه بعد هو ما يصيب النساء فقط في حالات تصيب الرجال كذلك طبعا لكن نحن نركز المرة هذه إن شاء الله على الحديث عن سرطان الثدي وما نتكلم عن أمراض السرطان عند النساء بشكل عام بعد الفاصل بإذن الله بيكونون معانا دكاترة من المستشفى البيت دكتورة السعاف حسن غازي استشاري ورئيس قسم الجراحة العام من المستشفى البيت يشارك معانا في هذا الحوار ممكن عن طريق الاتصال على الأرقام التالية 6-0-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4-0-0-6 فاصل يا أيمن وما نرجع وما نستكمل فقرات برنامجنا صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي قبل الفاصل وعدناكم أننا نفتح موضوع جميل موضوع مهم جدا بما أننا نعيش أجواء شهر التوعية بسرطان الثدي قبل ما ندخل في تفاصيل هذا الموضوع في رسالة تقول مرحبا ليش ما تسوي الإمارات دراسة عن المدخنين في الدولة ومقارنتها مع غير المدخنين أعتقد هناك العديد من الدراسات ما تحضرني للأرقام ويعني بس وزارة الصحة أعتقد هي مانية أن تعمل العديد من الدراسات في هذا المجال بالتعاون مع الهيئات الصحية الأخرى في الدولة ما نحاول والله نستعرض هذه الدراسة في القريب العاجل إن شاء الله لكن خلونا نرجع لموضوع حلقتنا اليوم التوعية بسرطان الثدي وأيضا السرطانات المرتبطة بالنسافي يعني حتى ما نتكلم عن موضوع سرطان عنق الرحم كذلك فرحبوا معي الدكتورة إسعاف حسن غازي استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة بمستشفى دبي مرحبا دكتورة شيف حالت؟ الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشكركم على هذه الصدافة وإن شاء الله نحاول نجاوب على جميع أسئلتكم ونرضي جميع المستمعين بإذن الله إن شاء الله تعالى أيضا معانا في هذا الحوار كذلك الدكتورة لما خالد استشاري قسم النساء والولادة بمستشفى دبي مرحبا إن شاء الله معانا دكتورة أتكلم عن موضوع الشهر هذا هو يعني شهر السرطان الثدي فببتدي مع الدكتورة إسعاف طبعا دكتورة موسطتني قبل البرنامج الله يخليك لا تسألني ليش سموني إسعاف بس اسم جميل دكتورة الله يخليك يكرموا الله يسلم ما خبرك بس عقوب يعني عقوب زين تحت الهوة لا بدون الهوة بدون الهوة زين دكتورة نتكلم عن سرطان الثدي بشكل عام يعني الفترة الأخيرة ممكن صار لها توعية الناس بدوا يفهمون خاصة النساء بدوا يفهمون يعني أهمية الفحص الخاص بسرطان الثدي قبل هذا خلينا نتكلم عن السرطان بشكل عام أهم وأكثر الأمراض شيوعا عند النساء طبعا سرطان الثدي يعتبر من أهم السرطانات اللي معروفة لدى النساء يمكن أزدادت شيوعا في السنوات الأخيرة خاصة في مجتمعتنا نحن الخليج العربي أو البلدان العربية ممكن تكون لها يعني من تأثير مناخي وصحي وغذائي أكثر من أن يكون وراثي أو شيء يعني بالعمر والجين من الأسباب اللي تصيب السرطانات السرطان عامة ما له سبب معين أقدر أقول أن هذا السرطان بسبب شيء فإذا عرف السبب بطل العجب إذا عرفت أنا سبب السرطان ممكن أزيل السبب وخلاص بس السرطان عامة سواء الثدي أو غير الثدي ما له سبب معين لكن السرطان عبارة عن تكسر أو تكاثر في الخلايا الخلايا الإنسان تكاثر عشوائي ويأثب بالذات على الحمض النووي في الخلية فتكسر الحمض النووي اللي هو البروتين في هذه الخلية تكسر عشوائي وانقصام غير مرتب يؤدي بالأخير إلى الإصابة بالسرطان أي نوع من السرطان الأساس هو هذا أن خلا في الحمض النووي مال الخلية هنا الدكتور نحن دائما يفي بالنا يعني الواحد يعني لما يتكلم عن السرطان الأساس الناس يخافون يقولون أصلا اسمه فحد مننا يقول يسمونه الخبيث نعم وفي حد يسمون يعني حتى تفاوله يسميه الحميد فأبغي أعرف يعني شو الفرج ما بين الورم الحميد والخبيث نعم الخبيث معناه السرطان الخبيث ليش نقول عليه خبيث فعل أنه خبيث لأنه أنت ما تحس ولا شيء فجأة تحس ورمة والورمة هذي تكون صار لها سنة سنتين يعني ورمة كبيرة فمن شيء نقول عليه يخبث يعني أنت ما تحس ولا شيء فجأة يخبث عليك فتحصل شيء فمن شيء سموه خبيث لأنه يظهر فجأة بدون أي سابق انذار الورم الحميد عكسة كذلك الورم الحميد معناه ورم غير سرطاني معناه ورم ما لعراقة في السرطان أبدا فمن شيء نسميه ورم حميد في ناس كثير يخلطون يقول لك الورم حميد أو سرطان يعني يحسبون أن الورم الحميد معناه أنه سرطان هو دكتورة يعني من باب يعني الناس يتفائلون ويخافون يذكرون أن هذا هذا سرطان يعني الواحد يعني هذا يقول عن يعني في احتمالية يسوون فحوصات حق ولده ولا كذا يقول خايفين أن يكون في الحميد يعني بالعكس الحميد يكون زين يعني الحميد يسوي عمل أنا فاهم أنا فاهم بس اعتقاد الناس يعني ضمنيا ما يبقون يقولون عنه خبيث أو أنه يكون فيه سرطان لا يقولون إن شاء الله الحميد حميد حميد هي صح صح طيب دكتورة بالنسبة لي أكثر الأمراض شيوعا أو أكثر السرطانات شيوعا عند النساء سرطان الثدي نعم أو أول شي سرطان الثدي ثاني شي جيم عنق الرحم نعم جميل نحن ما نتكلم عن عنق الرحم بس خليني مع الدكتورة سعاف شوي دكتورة سامحيني ما نتكلم عن سرطان الثدي الآن هذا الشهر شو ممكن نحن نعرف سرطان الثدي بشكل عام وهل هو يصيب النساء فقط في احتمالية أنه ممكن يصيب الرجال نعم وشو مدى انتشارة عندنا وشو الجهود اللي نحن نسويها في هذا المجال نعم مثل ما تفضلت أنت قلت لك أن السرطان معنى السرطان مثل ما فهمت عرفته في البداية هو السرطان هو السرطان نعم حنالي الأسباب السرطان اللي ممكن تؤدي إلى السرطان مش هي السبب ولكن هي اللي ممكن تؤدي العوامل عوامل اتساعد في ذو ايه بالضبط فيه عوامل ممكن نحن نتحكم فيها وفيه عوامل لا يمكن التحكم فيها العوامل اللي ممكن تتحكم فيها مثل العوامل الوراثية مثل السن المريض مثل جنس المريض مثل ما تفضلت الحين قبل شوية قلت نعم فعلا ان مرض سرطان الثدي للنساء اكثر طبعا 90% نساء اذا منقول لنا الرجال ممكن يكون 5 الى 10% في الرجال فقط سبب عند الحريم اكثر من الرجال يعني عدة اسباب بس من يعني اكثر شيء اللي هو هرمون الاستروجين الحرمة عندها هرمون الاستروجين اللي هو معطيها الشيء وميخليها تربي وتولد الرجل عنده جزء بسيط جدا من الاستروجين اللي يحافظ عليه يعني يعطيه الجزء المعين اللي يبغيه من الهرمون طيب اسباب يعني الاصابة بسرطان الثدي الوراثية هذه ما نقدر نتحكم فيها الا اسباب الثانية دكتورة الوراثية والعمر والجنس هذه ما نقدر نتحكم فيهم اوكي انا اشوف الحين ما شاء الله البنات يتزوجون بس تقولك لا مريد احمل انا سمعت دكتورة حتى الحمل بعد الثلاثين يعني ممكن يكون من ضمن الاسباب اللي خاصة بسرطان الثدي هالكلام الصحيح؟ هذا الكلام صح ليش؟ يعني لان انت يعني الحرمة تأخر الحمل فكيف تأخره؟ تاخذ هرمونات تاخذ حبوب اساس توقف الحمل هالهرمونات ترفع نسبة الاستروجين اللي هو في الاخير المؤدي او الخطر للحرمة فيؤدي اصابتها الى سرطان الثدي هل تشوفي حين الولد يوم يطلع غبي يطلع على منوه؟ ما قد يطلع على داك يطلع غبي ها؟ هذا الخبر قريتا بداية البردامج فعشان تي لاني ننصح دائما الحريم او النساء والبنات يعني لما تتزوج الأفضل انها ما تسوي اي تاخذ اي هرمونات او ادوة تمنع الحمل لان بالعكس الحمل بذات نفسه يعطي للحرمة مناعة لانه ما تصاب في السرطان كيف؟ لانه تقل نسبة الاستروجين الحرمة تحمل ماتي هالدورة فالاستروجين يتوقف يعني ما يزيد تكافته الحرمة لما تربي ترضع ماتي هالدورة فيقل نسبة الاستروجين فكلها يعني فهذه يعني هذه اهم الاشياء اللي ممكن الحرمة تتحكم فيها تقدر تسويها يعني الشي الثاني نجي على الناحية الغدائية مثلا عندك الاكولات الدهنية المشبعة بالدهون هذي قوية خطرة يعني ممكن تكون من الاسباب لانه تؤدي الى السمنة والسمنة بطبيعة الحال تؤدي الى نعم ويقول لك يعني في الدراسات ان السمنة كل ما تكون في الجزء العلوي تكون اقرب للثلي فتكون اكثر للاصابة سبحان الله اعرفت من الاشياء الثانية بعد في الاكولات نحن مثلا ان معظمنا فيتامين دي والكالسيوم قليل صحيح وهذه في الدراسات قالوا اثبتوا احتمالات كبيرة ان الناس اللي يعانوا من قلة الفيتامين دي والكالسيوم يصابون بالسرطان مع اننا نحن عندنا المصدر الرئيسي حق الى الشمس بس للأسف نحن ما نمشي في الشمس ولا نتعرض ونشرت منها وين ما تكون يعني صحيح صحيح فهذا شيء طبعا مو في صالح طبعا يجي هناك العوامل الثانية النفسية ادروا دراسات ان الناس اللي يشتغلوا في الليل معرضين للاصابة فالنرسات معاها يضحكون نقول دكتور يعني خلاص نحن ما بنشتغل في الليل والدكات تقول هم ما النوم في الليل طبعا هذي دراسات اجروها يعني ان قلة يعني عدم النوم في الليل والشغل المستمر في الليل هذا فعلا لانه يخرب الخلية يعني انت اصلا الهرمون النمو اي دكتور انا هني هني ذكرت يعني حتى في بعض الدول الاوروبية كنت انا ادخل المطار الساعة ثمانة ساكين كل المحلات عندي طيار الساعة عشر اخر اخر رحلة في هذه المطار الساعة عشر بعدها خلاص ما فيه لا حد يشتغل في المطار يروحون يرقدون مع المفروض المطارات انا نحن نعرف ان انشغل لاربع عشر ساعة اي لا فهذا شيء يعني اساس ان الدراسات اللي اجروها انه لازم الانسان ينام فترة الليل عساس ان يتقي يعني يكون لي وقاية من هالاشياء طيب العلامات اللي تظهر لدى المريض اللي ممكن تخليه على طول تتوجه الى الطبيب شو هي العلامات طبعا فيه علامات كثيرة من ضمنها من اهم العلامات اللي هي فحص المرأة للثدي اذا تعلمت الحرمة كيفية فحص الثدي هي بنفسها فهني ممكن تكتشف الورمة اللي هي اول علامة لظهور الصردان اللي هي الورمة تحس انها ورمة اوكي او عدة اورام جنب بعض هذا واحد اثنين اذا فيه اي تغيرات في الحلمة الحلمة المفروض تكون اه يما سطحية او المهم بارزة على برة لكن اذا بدت طبعا الحرمة لازم تعرف الشيء الطبيعي لجسمها حتى بعدين تتميزه غير طبيعي فاذا طبيعي ما لها لانه سبحان الله فيه ناس الحلمات هم تكون على داخل على طول لكن الطبيعي تكون برع فاذا خلال فترة مثلا شهرين او ثلاثة الحرمة بدت تشوف ان الحلمة دخلت على داخل كأنه شيء يعني اسحبها على داخل هاي بعض من العلامات اللي لازم ندير بالها عليها الشيء ثاني افرازات الحلمة اه هنا في حريم وايد يزيغل لما اقول افرازات الافرازات الحلمة الدموية اللي يكون دم او تكون مثل التشاي الحمر وهي الافرازات تكون مستمرة من حلمة واحدة مستمرة على طول عدة ايام بدون ضغط من المريض نفسه يعني تكون تلقائية يعني لازم المريضة تتجه على طول الدكتور نحن عادة دكتور اذا في اي اصابات كذا في اللون يتغير حتى يمكنه شيء تغير في اللون او الجلد الجلد كذا اهني في الخبيث لو هو ورم بس بعد ما وصل للجلد ما يبين ولا شيء عشان شيء خبيث خبيث ايو يخبث عليك انت ما تشوف ولا شيء لكن بمجرد انه كبر وبدأ يضغط على الجلد هني الجلد يبدأ يتغير يظهر عليه علامات الازرقاق الاوردة تبين اوضح هذا مثل اللي يقولون يتمسكن حتى يتمكن هذا هو زين ما نطلع نحن فاصل دكتور وبعدها ما ننتقل الى يعني الحديث عن العلاقة ما بين سرطان الثدي وبعض السرطانات الاخرى فمنستكمل الحوار يا جماعة الخير اللي يبغي يشاركنا على الارقام التالية ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربع واحد أربعة وعلى الرقم أربع صفر صفر ستة فاصل ومرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة مستمعين اللي يبغي يشارك معانا على الارقام ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم أربعة صفر صفر ستة كنا نتكلم عن سرطان الثدي والسرطانات المرتبطة بالنساء قبل لا أتكلم عن شغلة وايد مهمة في هذا المجال يعني معروف أن هناك علاقة ما بين سرطان الثدي وسرطانات أخرى عند المرأة يعني حد ناس أو في دراسة تقول أنه خمسة وسبعين بالمئة من الإصابات بهذا المرض يعني تكون مرتبطة بعوامل التواصل ما بين سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم الآن عندي سؤال يقول هل الرضاعة الطبيعية لها علاقة بسرطان الثدي؟ نعم نعم كيف؟ أيوة إذا الحرمة رضعت احنا قلنا في البداية أن السبب شو؟ أنه سبب السرطان تعرض الزيادة للجسم للإستروجين أوكي فسبحان الله الله قال أن الرضاعة عامين أثناء الرضاعة الحرمة ما تيها الدورة معظم الحريم يعني في حريم صح ما أتيهم بس معظم الحريم ما تيهم الدورة فلما ما تيها الدورة معناه الجسم قلت نسبة الأستروجين فيه يعني ما تعرض للإستروجين الزيادة بينما لو ما رضعت معناه الدورة بتيها باستمرار فمعناه جسمها يتعرض الزيادة للإستروجين فهني تكثر الأصابة بالسرطان يعني أحيانا أنا أشان أفهم دكتورة ترضع ولا ما ترضع؟ ترضع الرضاعة الطبيعية تحمي من سرطان الثديق ها يعني ما بيسون يقولون والله بيخترب بشكل جسمي ولا مدري هو معظم الحريم يقول لك ما تريد ترضع ليش عساس أن الصدر يعني يتغير أو يتهدل وهذا غلط هذا غلط يعني ما يخصه أنت تريدي صحتك يعني الجسمية كاملة ولا بس الصدر صحيح أنا أريد الصحة كاملة صحيح فالصحة كاملة تقول أن المرأة لازم ترضع ابنها أو بنتها عامين كاملين هذا يقيها من سرطان الثديق طيب خليني أدخل في سرطان عنق الرحم بمعنى أن هناك علاقة طردية ما بين سرطان الثدي و سرطان عنق الرحم دكتورة يعني إذا ما بتكلم عن هذا السرطان عنق الرحم يا ترى لماذا يعني الناس ما يعرفون عن نوايد ليش يعني معظم الناس يعرفون عن سرطان الثدي لكن عنق الرحم يعني قليلين هما اللي يعرفون إلا إذا الشخص كان أو المرأة كانت يعني عانت من هذا الموضوع هو للأسف مش لأنه ما مهم سرطان عنق الرحم هو لأنه انخفاض سبب انخفاض مستوى التوعية عند الناس هو اللي قليل بالنسبة لسرطان عنق الرحم سرطان الثدي ما شاء الله كل الناس صارت سامع عنا بغض النظر أنا بحضر حمل التوعية ولا لا بروح بسأل وبشيك عند الدكتورة الفلانية بسأليه الكتير لما تجيني سيدة من غير مشاكل من غير أي شيء تقولي أنا عايزة أشيك على عنق الرحم يعني هاي الكلمة بدينا نسمعها حاليا أو لآخر كم من سنة بالعيادات بس للأسف من قبل ما كانت موجودة ولو أنه في نقطة كتير مهمة السيدات بيروح وبارت تشكب زي ما بيروح على السوق بمروا على العيادة بتقول بشيك وبرجع بس ما بشيكوا على الأشياء المهمة يعني عنا إحنا سرطان عنق الرحم هو تاني أكتر سرطان شيوعا عند المرأة بعد سرطان الثدي وفي علاقة طردية بين سرطان الجهاز التناسلي عند المرأة مع سرطان الثدي وخاصة إذا كان بسبب جين الوراسي اللي هو براك وان وبراك توب بيعملوها أهل الجراحة وبيحولونا المرضى عشان نكتشف أو نعمل سكرين وفحص للسيدة لنتأكد أنه ما عندها سرطانات أخرى أو الحالة الثانية في حالات كتير بيجونا من طرف الدكتور إسعاف بياخدوا أدوية تاموكسفين مثلا اللي هي علاج برضو لأنواع معينة من سرطانات الثدي هي ممكن تأثر سلبا على بطانة الرحم فإحنا بدورنا من واجبنا أنهم بفحص بطانة عنق الرحم لحتى نتأكد أنه بطانة الرحم السميكة ممكن تعمل نزيف عند المرأة وغيره هذا نتيجة تكاثر طبيعي كأعراض جانبية للأدوية أو لا سمح الله بداية ظهور خلايا سرطانية في بطانة الرحم هل هذه تصيب السيدات ولكن ولا حتى البنات ما قبل الزواج؟ السؤال كتير كويس سرطان عنق الرحم هو سرطان للجزء الأسفل من الجهاز التناسلي هلأ الرحم فوق فيه سرطانات بالرحم وبطانة الرحم وغيره كله وفيه سرطان المبايد يمكن البنات بدوا يسمعوا عليه أكتر لأنه مستوى الوعي بسورة عامة عند بناتنا وسيداتنا كتير أحسن من قبل طبعا سرطان عنق الرحم اللي هو الجزء الأسفل من الجهاز التناسلي اللي هو عنق الرحم اللي بينفتح وبيتوسع وقت الولادة إلى 10 سانتي هذا الجزء اللي احنا بنحكي عنه مهم لسببين غير أنه لأنه كتير تاني أكتر سرطان شيوعا عند الستات مهم لأنه أنا ممكن اتفاداه لو أنا عندي نسبة التوعية عالية لو عندي كل السيدات بيمشوا وراء برنامج معين أنا أمتى أفحص وكيف أفحص وفحص كتير بسيط عبارة عن فحص كتير بسيط مسحة من عنق الرحم بينعمل مرة كل ثلاث سنوات يعني ما كل شهر ولا كل سنة مرة كل ثلاث سنوات إذا عنا السيدات بدوا من بعد الزواج يعملوا مرة كل ثلاث سنوات لما تصير السيدة عمره خمسة واربعين سنة تقريبا منصير من قلة أعمالي مرة كل خمس سنوات في حال المسحات كلها طبيعية فالإجراء الوقاء كتير كتير بسيط وبوفر علينا حالات للأسف كتير صعبة إحنا بنشوفها في مراحل متأخرة بيكون الوقت كتير فات لتدخل إن كان جراحي أو كيميائي أو أشعة الشغلة الثانية إنه عنا أشياء تانية إحنا بنحفز البنات أو السيدات عليهم التطعيم اللي هو يمكن شوي من البنات سمعين فيه السيدات بيقولوا لا شو هالخرابيه بحياته ما كانوا أهلنا ياخدوا تطعيم مثلا إحنا عنا تطعيم ضد سرطان عنق الرحم موجود الحمد لله في دولة الإمارات التوعية عنه نوعا ما أحسن من قبل يمكن لازم تكون محطوطة ضمن برنامج منتظم تحت هيئة معينة للأسف بالوقت الحالي لسه ما صار في دبي كبرنامج إلزامي أو تطعيم لبنات المدارس لحيات الصحة شو نسوي من جهود للأسف إحنا بدينا نعمل أشياء كتير بس أنا لازم أعترف أنه هيئة الصحة بأبوظبي سبقتنا شوية عملت برنامج لتشييك بس للفحص المبكر عن سرطان عنق الرحم إحنا من ناحيتنا مننصح السيدات ومننصح البنات إحنا في ناس هلأ خياري البنات اللي بالهاي سكول لو سألت أنت كل مدارس الثانوية البنات التقنية بالجامعات عندهم هي خياري إنه عنا تطعيم ضد سرطان عنق الرحم المفروض يكون جهودكم أنتوا دكتورة يعني بما أنتوا تشتغلون في هيئة الصحة وعندكم هذا المجال أعتقد يعني الإدارة ممكسرة في هذا الموضوع يمكن تأثير من ناحيتنا نوعا ما بس إحنا هلأ بدت الجهود نوعا ما صارت أحسن من قبل من ناحيتنا إحنا كده كاترت أمراض نساء من ناحية إحنا عنا قسم الهيستوفاثولوجي اللي هي فحص الأنسجة اللي بفحصونا الخلايا رئيستهم برضو ممكسرة أبدا معنا فإحنا إن شاء الله تعالى نقدر نوصل أريب إنه ندخل التطعيم كأنه يكون موجود عنا في هيئة الصحة في دبي لأنه فعلا طريقة كتير واقية من سرطان عنق الرحم جميل السلام عليكم ابنتي عمرها 16 سنة عندها في حلمة الثدي مثل فتحة كأنها مفتوح وراجعت دكتورة أمراض نساء وعطتها مرهم مضاد وقالت هذا التهاب واستخدمت العلاج وما زالت الفتحة موجودة في حلمة واحدة فقط طبعا الأمراض الحلمة ما تعالجها طبيبة النساء وولادة للأسف إنه معظم أهالينا أو مجتمعنا لما يصيب شيء في الثدي تروح لطبيبة النساء وولادة طبعا أنا ما لو مهم لأنهم يفتكرون أن طبيبة النساء وولادة حرمة فيبغون طبيبة حرمة بس هو طبعا العلاج يكون عن طبيب الجراح والحمد للحين فيه عندنا جراحات وايد مش أنا بس فيه وايد عندنا جراحات أو طبيبة الجلدية لأنه مرات يكون إصابة في الجلد يعني تشققات أو حساسية أو أكزيمة في جلد الحلمة فيؤدي إلى هالأشياء طبعا مثل المريضة الأخ اللي يشتكي إنه بنت عندها فتحة في الحلمة طبيعي الحلمات تحتوي على فتحات صغار طلع الحليب أوكي فالبنت مأن عمرها 17 سنة ممكن للحين مجرد الحين بدأت القنوات تتكون وتفتح على برا وبتطلع إفراز سائل أبيض أو مثل الجبن أو سائل مائي فهذا شيء طبيعي طبعا أنا مجرد أنه كلام في الأفضل أنها تيجي بس والسؤال دكتورة الآن بما أنه يعني هي زارت دكتورة أمراض نسا ما كان مفروض هذه الدكتورة تحولها على طبعا أيها هو هذا الواجب الحين الدكتورة النسا ولذا شافت أوكي ممكن تعطيها مضحيه ما علي بس في نفس الوقت كانت تعملها تحويل إلى طبيب الجراحة طبيب جراحة الثدي يعني طبيب الجراحة الثدي يتطلع يشوف مثل ما قلت لك احتمال طبيب الجراحة يسوي لها تصوير تلفزيوني أو احتمال يقول لا هذه محتاجة طبيب جلدية لأنه يكون نوع من أنواع الطفح الجلدي يعني أنا برجع للإصابات الوراثية بالسرطانات يعني إذا ما بتكلم عن الحالة الوراثية اللي قلنا نحن هذه يعني خارج إرادتنا تحكمنا أو تحكم الشخص نتسا طيب في هذه الحالات هل ينصح يعني باستقصال الثدي أو استقصال الورن بشكل هذا مباشر ولا يعني ما عرف شو اللي ممكن تساوبونا في هذه الحالة طيب شوف الفحص الجيني عنا موجود الفحص الجيني بس مو سهل نحن ناس مؤمنين بالله وقدره فلما نسوي الفحص الجيني فإذا طلع عند الحرمة هذه الفحص الجيني موجب مو معنا بي 100% أنها راح تصاب احتمالية 50 إلى 70 أو 80% ممكن تصاب واحتمالية 30 إلى 40% ممكن ما تصاب فهنة التفكير شو نسوي طيب لأن عندك في الغرب إذا طلع المريضة عندها موجب يعني على طول استقصال استقصال للثدي للثنين وللرحم سوري للمظايف على طول بدون تفكير لكن نحن في مجتمعاتنا يعني عندنا البنت تبغي تتزوج تبغي تيبعي عيال يعني أشياء وايد فما ممكن أني على مجرد أن عندي الجين موجب أروح على طول أسوي العملية ما أنا عندي شانس عندي فرصة أن 40% ممكن ما أصاب فليش ما أعتمد على رب العالمين أسوي الإجراء فيه إجراءات معينة فحوصات دوريا سويها للمريضة حتى أن نكتشف المرض في أول يعني مراحله حتى لو كان ب2 ملي أو 3 ملي نقدر نكتشفها فليش أنا يعني أعرض نفسي يعني نحن كلنا معرضين للعرض يعني ممكن الشخص المعظمهم يفتكنون أن إصابتهم بالسرطان بيموتون الموت واحد إحنا ممكن الشخص يكون عادي ويموت في سيارة أو سكتة قلبية مو شرط السرطان هو اللي يأدي إلى الموت فالناس عندها هالفكرة غلط يعني لا أنا ممكن يكون عندي الجين موجب أتابع وأشوف حياتي وأتزوج وأخلف وكل شيء وأعمل المتابعة الدورية اللي هي ممكن أكتشف منها للسرطان جميل طيب نحن يعني باقلنا تقريبا أقل من سبع دقايق بنتكلم شوي عن عنق الرحم لنقولك زي ما سرطان عنق الرحم مهضوم حقه أنا هنا مهضوم حقه للحل ما في تبعي لا أدريكم في تبعي لحما سوينا لتحلقة قابل أنا معك أنا معك أنا معك بس أنا بدي انتهز فعلا الفرصة إنه أقول يا سيدات زي ما سرطان السدي الكل صار بخاف منه صارت الست بدون ما تعرف الطريقة الصحيحة لأنه كيف تفحص السدي صارت على قلب تحط إيده وبس بتحس إنه أنا يمكن طلع علي كتلة بصير عنده وسواس هنا أنا أبغي أبغي تكلم دكتورة يعني شو المفروض السوي الحرمة على أساس إنه تقي نفسها من سرطان عنق الرحم أنا أقول لك البنات قبل الزواج يفكروا جديا في التطعيم تطعيم موجود إن كانت البنت من الهاي سكول إحنا منحكي من السنة الخمسة عشر قبل الزواج بياخدوا التطعيم فقط هو عبارة عن إجراء بسيط ثلاث أبر خلال ستة أشهر بتكون مخلصة بتقلل كتير نسبة إصابتها بسرطان عنق الرحم بعد الزواج طبعا أنا عم بحكي عن مجتمعنا في بلاد برا مختلف الموضوع لأنه معرضين لأنه أي علاءة جنسية برا رقم اثنين السيدات بعد الزواج إجراء مسحة من عنق الرحم زي الفحص النساء العادي غير مؤلم وغير مكلف مرة كل ثلاث سنوات هاي المسحة بتنبعث على المختبر بعد تحضير معين بتنفحص فيها الخلايا الخلايا الطبيعية الله يسهل لك فلانة تعالي عيدي بعد ثلاث سنوات زي خلينا نشوف أم فريد ما أدري بتسأل عن سرطان عنق الرحم ولا سرطان الثدي ها بوضوع يرجع لا تفضلي أم فريد السلام عليكم يا هلا تفضلي يا أختي ممكن بسأل الدكتورة تفضلي يعطيكم العافية والشي شكرا يا عبد المتنامش الأسل لكتير الموضوع كتير مفيد للسيدات لأنه كتير فيه سيدات بيجهلوا هيك أو بيخجلوا أنهم يسألوا عن أنواع السرطانات والفحص بالذات للفحص الداخلي دكتورة لو سمحت بتسأل أنه أول شي في سعين تسأل يعني تسأل أول أنه الورم الخبيث والحميد أنا أعرف أنه أنواع الورم ورمين بس ممكن يكون هو خبيث لكن حميد ما بنتشر هذا السؤال هو السؤال الثاني أيوة يعني الفرق بين الورم الخبيث والحميد واضح الخبيث بنتشر الحميد ما بنتشر لكن يتعالج بالكيمون هذا القصد طيب السؤال الثاني اللولب ممكن يعمل ورم في عنق الرحم طيب إذا الحرم حطته وتركته يعني لسنة قبلة واضح واضح مشكورة يا أمفريد شكرا جزيلا دكتورة أمفريد طرق الموضوع تكلمنا فيه نعم تكلمنا فيه في البداية أعتقد أن الورم الحميد حميد لا مبصرطان أبدا وإزالته فقط بإجراء عملية لنشيل الورم هذا يعني شو فيها الفكرة التي أتكلم عنها في البداية أن واحد يقول أن الحميد يعني يحاول أن يتفاعل فيه لكن هو الخبيث تقول أنه خبيث موجود لكن ما يتكاثر لا طبعا هي وهذا منفهم خاطئ منفهم خاطئ الخبيث خبيث معناه سرطان ويحتاج علاج ممكن يكون عملية ممكن يكون كيماوي ممكن يكون إشعاع بينما الورم الحميد معناه ورم حميد معناه ورم بس فقط استقصاله لا يحتاج كيماوي ولا يحتاج إشعاع ولا يحتاج هرمونات ولا أي شيء طيب اللولب اللولب أنا خليني أجاوب عليه اللولب ما له أي علاقة بسرطانة لعنق الرحم ولا بطانة الرحم أبدا اللولب يستعمل كوسيلة لمنع الحمل حتى بالعكس فيه أنواع من اللولب موجودة وإحنا كتير بنتعامل معها بتقلل من نسبة إصابة سرطان بطانة الرحم مش عنق الرحم بس ما في أي علاقة بين اللولب وسرطان عنق الرحم أبدا وملحوظة كتير مهمة أنه حتى الستات اللحطين اللولب لازم يكون برضو يعملوا مسحة من عنق الرحم لحتى يتأكدوا أنه خلايا العنق الرحم سليمة فيه بس ملاحظة بسيطة فأنه اللولب لما يكون الهرمون الاستروجين عالي هنا ننصح الحريم أنهم يغيروا لأنه ممكن يسبب سرطان الثدي لنسبة الهرمون فعشان تي دائمًا دكاترة النساء والذي يحاولون يتفادون اللولب اللي فيه الهرمونات العالية جميل أنا اليوم بحاول ألتزم بالوقت يعني قدر الإمكان وأول مرة بلتزم شايفين أيضًا شو قاعد يسوي فعموما عندي دقيقتين بخصص دقيقة حك الدكتور نبتدي بدكتور تفاضلي سيداتنا العزيزات وبناتنا الغاليات سرطان عنق الرحم كتير مهم بس هو للأسف نسبة التوعية عنا كتير قليلة بليز ابدوا اقرو عن الموضوع بنات الهاي سكول بنات الجامعة التلقيح والتطعيم مفيد كتير زي ما هلأ عمنام الدعاية لتطعيم الفلو مثلا عشان ما نزكم زيادة نفس الشي السيدات المتزوجات مرة كل ثلاث سنوات بيجنبك كتير مشاكل بعيد الشر اذا حيبدأ عندك سرطان متأخر هتقولي التطعيم هذا المتزوجة ما تقدر تاخده لا 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 احنا منقول من بين 15 ل 29 سنة تقريبا هاي الوقت المثالي لحتى الوحدة تاخد في التطعيم جميل دكتور اسعاف كلمة الخيرة تبقى توجيهنا كلمة الخيرة انا بكلم خواتي وبناتي ان لابد منهم ان يكونوا على استمرار بالفحص الدوري للثدي مهم جدا لازم كلهم يعرفون كيف تفحص الحرمة نفسها هي لان اذا هي فحصت نفسها وكتشفت شيء بنفسها ممكن تروح للطبيب بشكل مبكر وتساهم في بعادية العلاج في كيفية العلاج وفي الاسراء في العلاج فيكون هذا شيء جيد لها الكشف المبكر عن المرض جميل انا في ختام هذه الحلقة ما املك الا نتوجه للدكتور اسعاف حسن غازي استشاري ورئيس قسم الجراحة العام من المستشفى البي بشكل جزيل اول مرة تطلعي معنا ان شاء الله نشاء اخر مرة ان شاء الله نشكركم جزاكم الله خير على البرنامج وايضا كل شكر الدكتورة لما خالد استشاري قسم النساء والولادة بمستشفى البي شاكري لشاء التواجد انا اوعدكم ان شاء الله ان بخصص في القادم الحلقات يعني ان شاء الله حلقة خاصة فقط عن سرطان الثدي منفصلة وحلقة منفصلة تماما عن عنق الرحم ان شاء الله وكل الشكر اليوم كانت معانا شيمة تناك حولت لنا مكالمة واحدة بس عموما كل الشكر لشيمة كانت في التنسيق معانا وايضا كل الشكر لمخرجنا ايمن سرحيل وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العري وحتى نلقاكم ان شاء الله في الغد في الغد ما نعلن عن يعني برنامجا خلال اسبوع جاي تيكس شو بيكون عندنا وشو ما بيكون عندنا وبتكون عندنا بعد مسابقات يومية كذلك على الاذاعة فيعني حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر